اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد اولا باول لقبت بخطافة الرجال ومفرقة الاصدقاء وهذا هو سر نحافتها المفرطة فاتنة الشاشة التركية عشت علاقات غرامية متتالية جعلتها محطا لهجوم الكثيرين واتهمت بكثرة عمليات التجميل انتم تشاهدون قناة قصة حياة على يوتيوب وهذه هي قصة حياة الممثلة التركية الشاب هاندا ارشيل ممثلة ملكة جمال وعارضة ازياء استطاعت ومنذ اولى اطلالاتها خطف الانظار بجمالها وقوامها الممشوق ولدت في اليوم الرابع بعد العشرين من شهر نوفمبر من عام الف وتسعمائة وثلاث وتسعين في باندرما في تركيا كبرت نجمتنا الى جانب جدتها وعمتها وهي تتبع مواليد برج القوس تنتمي لأسرة مسلمة الديانة ولها شقيقة وحيدة تدعى غمزة وهي تعمل ايضا في المجال الفني كان والد هاندا دائما ما يحثها على الدراسة ويحلم ان يرى ابنته طبيبة الا ان لنجمتنا رأيا اخر حيث احبت التمثيل وعالم الشهر منذ طفولتها وعزمت بعد انتهاء مرحلتها الثانوية على الالتحاق بجامعة معمار سنان للفنون الجميلة حيث درست الفنون التركية التقليدية وتخرجت منها شاركت هاندا في عدة ادوار بسيطة قدمت عروضا لم تحقق فيها النجاح الذي تطمح اليه الا انها استطاعت ان تلفت النظر بجمالها الاخاذ وقوامها الممشوق مع طول يتجاوز المتر وخمس وسبعين سنتيمترا لتنتقل حينها الى مجال عرض الازياء والذي استمرت فيه مدة لا بأسا بها كان هذا المجال هو البوابة العريضة لوصولها الى ادوار البطولة في الدراما التركية لتقدم مع بداية عام 2014 دور السيلين في مسلسل بنات شمس والذي كان بمثابة نقلة نوعية في حياتها الفنية حيث عرفت من خلاله في الوطن العربي باتت نجمتنا حديث السوشيل ميديا وانتشرت صور لها على الاف مواقع التواصل فتغنى الناس بجمالها وملامحها الفاتنة قدمت هاندا بعدها العديد من الادوار ابرزها شخصية حياة في مسلسل الحب لا يفهم الكلام والذي حصدت من خلاله جائزة افضل ممثلة كوميديا لعام 2017 اضافة الى عدة مسلسلات ابرزهم مسلسل اللؤلؤ السوداء ومسلسل انت طرقت بابي وحصلت خلال مسيرتها على جوائز عدة ابرزها جائزة افضل ممثلة شاب من مهرجان الفراش الذهبية مرتين عامي 2015 و2017 بعيدا عن التمثيل ولما تمتلكه نجمتنا من مقومات جمال فريدة كانت قد توجت بلقب ملكة جمال اضربيجان لعام 2012 كما باتت مؤخرا الوجه الاعلامي لماركة ملابس دي فاكتو العالمية بالمشاركة مع الفنان التركي اراس بولوت اين هملي شكلت قصص حب هاندا ارشيل وجبة دسمة للجماهير والصفحات الفنية على مدار ما يزيد عن عشر سنوات لاحقتها فيها اشاعات كثيرة كانت اولها خبر ارتباطها مع الفنان تولغا ساريتاش والذي يشاركها بطولة مسلسل بنات شمس الا ان هاندا نفت كل تلك الاشاعات واكدت انهما اصدقاء فقط اما اولى علاقات حبها فكانت مع الفنان اكين مارت دايماز وقد استمرت معه فترة باتت خلالها حديث الصحافة التركية لما شهدته علاقتهما من توالي الانفصالات والعودة لتتخذ هاندا قرار الانفصال النهائي عام 2017 لم ينضي وقت طويل لتفاجئ هاندا محبيها بدخول علاقة غرامية جديدة هذه المرة مع رجل الاعمال التركي محمد دانتشلار والذي كان صديقا مقربا من حبيبها السابق اكين مارت دايماز ليبدأ حينها هجوم واسع من قبل الجماهير على هاندا متهمين اياها بانها دخلت علاقتها تلك مع محمد بقصد التفريق بينه وبين صديقه زادت حدة الهجوم انذاك بعد ان صرح اكين مارت في احدى مقابلاته انه لا يتواصل مع صديقه محمد لتبدأ التكهنات بان خلافهما نشبا بعد اعلان ارتباط الاخير بهاندا قصة حبهما تلك حامت حولها اشاعات وخلافات عدة اودت بها الى الهاوية لتعلن هاندا انفصالها عنه بعد فترة وجيزة لعل علاقة الحب التي ربطت نجمتنا مع المغني التركي مراد دالكليتش شكلت حالة خاصة لقيت اهتماما بالغا من قبل جماهير النجمين الذين تغنوا بقصة الحب التي تجمعهما وعلى الرغم من ذلك الا ان علاقتهما تلك نالت نصيبها من الهجوم في بدايتها خصوصا على هاندا والتي اعتبرها البعض سببا في طلاق مراد من زوجته الممثلة ميرفي بولغور استمرت علاقة هاندا ومراد حوالي ثلاث سنوات التمس فيها الجماهير مدى تقرب الثنائي من بعضهما البعض ومع انتشار اخبار استعدادهما للزواج وتفاعل الجمهور مع تلك الخطوة اعلنت هاندا انفصالها عن مراد فجأة ومع كثرة الاشاعات عن موضوع الانفصال ما بين خيانة مراد وغيرته الزائدة على هاندا بعد انضمامها الى مسلسل انت اطرق بابي اوضحت احدى الصحف التركية ان مراد اعترف لهاندا انه يرغب بالزواج وانجاب الاطفال وعلى الرغم من عدم اعتراض نجمتنا على الزواج الا انها رفضت انجاب اطفال حاليا واضافت انها لا تنوي ان تكون اما لعدة سنوات لاحقة الامر الذي وضعهما على حافة خلاف تطور سريعا وانتهى بالانفصال وعلى الرغم من كثرة محاولات مراد لاحقا لاقناعها بالعودة عن قرار الانفصال الا انها اصرت عليه ومع مشاركة هاندا في مسلسل انت اطرق بابي الى جانب الممثل كارم بورسين انتشرت اقاويل كثيرة عن وجود علاقة غرامية تربط الثنائي الامر الذي لم ينفيه الطرفان واستمرت علاقتهما فترة انتهت كغيرها بالانفصال دون تصريح واضح بل لجأ الثنائي الى انستغرام فالغى كل منهما متابعة الاخر كما قامت هاندا بحذف كل الصور المشتركة التي تجمعها معه كانت تلك الخطوة كفيلة باعلان خبر الانفصال الذي تداولته الجماهير وعلى نطاق واسع هاندا كانت قد تعرضت لانتقادات كثيرة بعد حصولها على لقب اجمل امرأة في العالم اعتبر البعض انها لا تستحق اللقب مع كثرة عمليات التجميل التي اجرتها حيث لجأت وبحسب المصدر الى حقن الفلر في شفاهها والى اجراء عملية رفع خدود وتنعيم الفك ورفع الذقن فيما هاجم محبو الفنانة تلك الحملة واكدوا ان نجمتهم تتميز بملامح ناعمة منذ اول ظهور لها وان لا تغيير مهم ترأى عليها سوى انها انقصت وزنها وفي هذا السياق كانت قد انتشرت صور عدة لهاندا مؤخرا ظهرت فيها شديدة نحافة وذكرت مصادر عدة انها لجأت الى ريجيم قاس لانقاص وزنها واستطاعت ان تخسر ما يزيد عن 15 كيلو جراما ترجمة نانسي قنقر